اهلا بحضراتكم وفقراتنا الحوارية التانية والاخيرة في مصر جميلة واللي خاصصناها الحديث عن المشاركة والمسؤولين المجتمعية للأفراد والهيئات والمؤسسات هي ان مجتمعنا بيمر بأزمة دلوقتي والعالم كله فيه أزمات كتيرة جدا نتيجة للحرب اللي دايرة وأزمة الغاز وغيرها من الأزمات الأخرى ازاي ممكن نعدي هذه الأزمة وعادة دايما المجتمع سيكون في أزمات فازاي ممكن نشارك في التنمية في التطوير حتى لو كان المجتمع مستقر في تغيير الأفكار دا كله ضمن مسؤولياتنا المجتمعية كأفراد وهيئات ومؤسسات خلنا نتكلم عن هذا المعنى أو هذا المفهوم بشكل أكثر علمية مع ضفنا الأستاذ الدكتور عصام الجهري عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ دكتور عصام بداية أن نعرف للناس معنى أو المفهوم المقصود بالمسؤولية المجتمعية المسؤولية المجتمعية ببساطة شديدة هي التزام أخلاقي تطوعي للأفراد والشركات والكينات اللي موجودين جوه المجتمع عشان يساعدوا ويدعموا المجتمع اللي حواليه بيتفعلوا معا مرة أخرى من خلال أن جزء من أرباحهم أو من إراداتهم بتعود مرة أخرى لهذا المجتمع بهدف دعمه وتطويره وتنميته في أكتر من شكل من الأشكال خلينا الأول نوضح أن هل الأفراد برضو ملتزمين الاتزام مجتمعي أو مسؤولية مجتمعية زيهم زي الكينات نعم المهندس والطبيب الميكانيكي كل واحد عنده مهنة زيه زي الشركات بالضبط بيقدم خدمته وبيقدم سلعته للمجتمع اللي هو عاش منه طيب وأنا بقدم هذه الخدمة وأنا بقدم هذه السلعة أنا يهمني أن المجتمع اللي أنا موجود فيه يكون مثقف يكون فاهم أصلا إيه الفرق ما بين السلعة الجيدة والسلعة اللي مش جيدة الخدمة الكويسة والخدمة اللي مش كويسة فأنا علي مسؤولية مجتمعية تجاه هذا المجتمع اللي أنا عايش معي فإن أنا أرجع أن أميه مرة أخرى إما بالمساعدات المادية أو بالمبادرات أو بإن أنا أشارك في تحسين ثقافة ووعي هذا المجتمع في مبادرات كتير جدا دايما بتبقى في المسؤولية المجتمعية سواء على الأفراد أو على الشركات ودائما نحب أن نذكر الناس أنها برضو الأفراد ملتزمين زي الشركات ما هي ملتزمة أنها يعني تساعد المجتمع في أن أنا أحقق أهداف التنمية المستدامة ويمكن الفترة الأخيرة بقت المسؤولية المجتمعية مرتبطة بالعمل الأهلي مرتبطة بالتنمية المستدامة تلات مفاهيم التلاتة بقوا مرتبطين ببعض لأنهم في الآخر عايزين يوصلوا أن أنا أقل للفقر مثلا أو أقضى عليه أقل للجوع أو أقضى عليه أحس أن الصحة أمكن المرأة يبقى فيه نوع من أنواع المساواة فيه علاقات متزنة وخلافة ليه المسؤولية المجتمعية مهمة؟ لأنها بتعمل توازن اقتصادي اجتماعي بيئي أنا النهاردة لما جزء من أرباحي بيعود مرة تانية للمجتمع في شكل أن أنا مثلا أرفع القدرات البشرية أن أنا أدرب الشباب أو السيدات عشان أعمل تمكين وأساعدهم أنهم يشتغلوا لما أنا أساهم في تحسين بيئة المستشفيات في المنطقة اللي أنا موجود فيها في أن أنا أوفر أدوية في المنطقة اللي أنا موجود فيها في أن أنا يبقى عندي نوع من التعاون مع العمل الأهلي العمل الأهلي نقصد بهنا بقى الجمعيات الخيرية اللي بتعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يبقى فيه شركات وأفراد عندهم إرادات أو عندهم أرباح بيساعدوا الجمعيات دي اللي موجودة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي في أن هما الاتنين يروحوا للحالات الغير قادرة مثلا على سبيل المثال من خلال شكل شهريات أو من خلال أن أنا أعمل تدريب للشباب أو للسيدات المعيلة على أن هما يعرفوا يشتغلوا لو في مستشفى بتتبنى في المكان اللي أنا موجود فيه وأقدر أساعد فيها أن أنا أحسن بيئة المدارس لو أنا كشركة من الشركات ممكن أن نروح نزلها على قرية من القرى فيها 7-8 مدارس في بداية العام الدراسي أعمل عملية صيانة كاملة عشان نحسن البيئة للأطفال وهم في المدارس مبنى بذكر بس أمثلة كمان عشان الكرى بالتحديد فيها تضافر مهم جدا الناس عارفة المفروض بعضيها وعارفة ظروفهم لكن ما بيوصلهمش يمكن بعض المزايا اللي موجودة في الجمعات الكبيرة أتمنى بس أنهم ينزلوا كمان لمستوى الكرى ما يبقاش بس على مستوى الملاكس هو ممكن يعني القرى الصغيرة دي هي فيها زي ممكن قادة رأي الناس اللي عارفة مين المحتاج بالفعل أو كده دول ممكن يتواصلوا مع الجمعيات الأكبر ما فيه سلسلة معمولة ده صحيح بدليل أن فيه تحالف وطني دلوقتي للجمعيات الأهلية فكرة هيلة جدا تحت مبادرة مهمة لسيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزارة التضامن وتجمع لأكبر الجمعيات اللي موجودة في مصر عشان تفضل مساندة العمل الأهلي في مصر حيانا يعني بحيي كل القائمين على هذه الفكرة أن يبقى فيه تحالف لكل الجمعيات ويبقى فيه تنظيم إحنا لو كلنا قررنا مثلا أن نعمل واجبات ونوديها للناس هيبقى فيه تخمة في الواجبات المطروح لو كلنا قررنا نعمل نفس أنما لما بننصك مع بعضه كلنا فيبقى عندنا حاجة بتشتغل على الوعي حاجة بتشتغل على التسقيف حاجة بتشتغل على التدريب حاجة بتشتغل على الشهريات حاجة بتشتغل على الواجبات حاجة بتشتغل على الأمراض فيكاتل مشكلة طول عمراء موجودة فعلا انه عندنا يعني يعني تقريبا حوالي عشرين الف جماعية اهلية. خمس تلاف وخمسمائة جماعية في مصر موجودين بالفعل. دلوقتي بقى تقلصهم لجماعيات معينة اكبر شوية واشنعاوزين الفكرة ده يستمر. نعم. يعني الجماعيات اللي بتشتغل في مجال واحد بتتجمع مع بعض وتعمل كيان كبير. زي دم من الكلام عندي ان الاحزاب فيه عندنا احزاب كتيرة قوي غير فعالة لو الاحزاب بيتجمعت في حزب واحد كبير ممكن يكونوا فعالين. نفس الحكاية بالنسبة للجماعيات. لعل الاحزاب تقلد الجماعيات في العمل الاهلي. نتمنى عشان يكون فيه بردود على الارض احساب من كده. اكيد. انا هميني قوي كمان اتكلم عن الشركات والمؤسسات لانه جزء من الارباح الحقق كانت من المجتمع ده. فلما يكون مسلا شركة الحديد والصلب موجودة في محافظة ما من محافظات الصعيد. او شركة بترول ودي شركات قوية وقدرة وبتربح كتير. لابد ان يكون فيها قسم الخدمة المجتمع والعمل مشروعات داخل المجتمع. هل شايف انهم عندهم وعي كافي بالدور ده او لسه احنا محتاجين مزيد من العمل للشركات دي في المجال الخير. سؤال حضرتك جميل جدا. الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة القطاعات البترولية. القطاعات المصرفية القطاعات الاتصالات هي شركات كبيرة وعندها وعي حقيقي للمسئولة المجتمعية. متفقين بيحافظوا على البيئة وبيعملوا مبادرات للبيئة. بيحافظوا على الشباب ويحاول انهم يعملون لهم مبادرات تسقيف وكل شيء. بيساعدوا في بعض اعمال العمل الاهلي. الليفل التاني من الشركات الاسم بيز بقى. الشركات الصغيرة ومتوسطة. العدد الناس اللي بتشتغل فيها من واحد لغاية مي. اللي راس مالها من خمسة مليون جنيه لغاية ميت مليون جنيه. تبقى لتعرفة البنك المركز وبعض القوانين الشركات الصغيرة ومتوسطة. هي دي اللي ممكن يكون عندها شوات نقص في معنوماتها تجاه المسئولية المجتمع. بالمناسبة هو ليه سموها كلمة مسئولية لأنها بتبقى نتجة من مسئوليتك انت تجاه المجتمع. لأنها عمل تطوعي مفيش قانون ملزم بحكاية المسئولية المجتمعية. ده ده حاجة تطوعية بحتة. الاسمي ايز او الشركات الصغيرة المتوسطة هي اللي يمكن يكون عندها نقص في الوعي ده. وده اللي احنا النهاردة بنتكلم وبنخطبهم بنقول لهم لو سمحتوا. تعالوا نقلد للشركات الكبيرة. انا معايا فلوس هصرفها. لا بصرفها ازاي? ايه الاثار اللي هتعود على المجتمع بعد ما اصرفها زي الفلوس? سواء اذا كانت على المجتمع بشكل اجتماعي أسري ولا على شكل بيئي. لان النهاردة لانا زي ما حدرت زكرت مصلا شركة من شركات البترول وموجودة في مدينة ماء والشركة دي تستخرج البترول وتأثر على البيئة بالسلبة. لما هي تعمل المبادرات عشان تحسن البيئة في هزي المنطقة. لما هي تعمل مبادرات عشان تحسين صحة الناس في هزي المنطقة هي كده بتعمل. زي ما صارع الاسمنت وغيرها برضو. مزبوط يا فاني. لكل دول محتاجين يهتموا بالبيئة اكتر يعني. ده صحيح. طيب. ده ده شيء جميل اللي نحنا نعي ده لكن برضو لابد نحنا يكون عندنا استراتيجية متكاملة يعني الدولة تقول هي محتاجة ايه وهي اوجه النقص وعلى هذا الاساس بما ان عندنا ازمة الشركات تشتغل. يعني الشركات مش كل حد هيشتغل بدماغه في الحاجة اللي هو شايفها صح لان احنا ممكن يكون هم مش شايفين احنا محتاجين ايه. نعم. وحضرك طبعا معهد التخطيط القوي والتخطيط ده هو اساس النجاح في اي حاجة. لو احنا ما عندناش تخطيط كل حاجة. بمناسبة مع التخطيط القوي من الاماكن القليلة اللي بتعمل برامج خدمة مجتمعية ومسئولية مجتمعية وبتنمي الوعي وبتزود ثقافة الناس وبتعمل ورش عمل وبتنزل تدرب الشباب الصغير او طلبة الكليات او في بعض المحافظات برضو اتمنى ان كل الجهات الحكومية تتحزوا حزونا وانها تبدأ فعلا تعمل برضو عندها بعض البرامج الخاصة بالمسئولة المجتمعية وخدمة المجتمع مين كل واحد بقى يقدر يقوم بدور ويعمل. انا لسه بقول لزاكر لحضرتك بقول لك بعض الكرة الناس مسئولة عن تلتميت ربعموط اسرة في قرية بيوزع لها شهريات. يعني انا مش عايز اذكر اسماء الناس بعينها انما انا بقول لك كرة هو في ناس بتنزل تعمل كده. تعمل بحث عن الحالة. واللي كان بياخد تلتميت جنيه دوله لأ تمنمية بعد الدين يا ما غير باية الف. وبنشكر بالمناسبة كل الناس اللي بتعمل كده. كل الناس الخيرين اللي في العمل الاهلي. وبنشكر اصحاب الشركات اللي عندهم مسئولة مجتمعية. وبنتفحهم وبنحييهم وبنقولهم لو سمحتوا. الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي والفترة اللي جاية لاني 23 صعبة على العالم كله. احنا طلعين من ازمة مالية اقتصادية ممكن يكون فيه ركوط فيه تضخم طبعا بالفعل جايز يكون فيه ركوط. ساعدوا الناس بشكل كويس عشان يكلوا ويشربوا عشان يعرفوا يعيشوا عشان يلتزموا امام اطفالهم او اصارهم بانهم يعيشوا حياة كريمة. طبعا الدولة بالمناسبة حياة كريمة مشروع من اهم المشروعات اللي مصر عملته في القرن ال21 لان ده في حد ذاته مسئولية مجتمعية على الدولة تاني ده نموذج مهم جدا للمسئولية المجتمعية ونتيجة للتخطيط اللي حضرت زكرت من شوية لما كنت انا عارف فين الاتاحة للمستشفيات او عدم الاتاحة. فين معدلات الفقر العالية وخلافة. فين معدل جودة الخدمات المقدمة عشان كده تعملت حياة كريمة وتعملت على ثلاث مراحل وبدأوا بالمراحل او بالمراكز او المحافظات اللي ممكن يكون اتاحة الخدمات او جودة الخدمات اقل. فليل اكثر فقرا فاحنا كمان كمجتمع مدني جمعيات مؤسسات شركات افراد. لازم نتكتف مع الدولة في ان احنا نساعد في الوقت بتاع الازمة ده في ان احنا نوفر جزء من الحياة الكريمة للمواطنين اللي حوالين حابب ان الكلام ده يكون بشكل مخطط ومنظم زي ما حضرتك نعم. المفروض ان تقوم بي وزارة زي وزارة التضامن نعم. او التحالف الاهل اللي حضرتك كلمت عنه لانه اكيد عنده معلومات واكيد هيرجع يعمل فيدباك بيها او يدخها مرة اخرى لوزارة التضامن الاجتماع فحاة كريمة كانت في الصعيد وعشان كده دايما بيقول كان المستثمرين مثلا بيقولوا عملونا خريطة استثمارية عشان نعرف الاماكن اللي احنا نروح نستثمر فيها ومحتاجين ايه في كل مكان. هنا مثلا الاستثمار ممكن ينفعل الاسمنت هنا للبترول هنا للكهربا وهكذا. احنا برضو محتاجين هذه الخريطة في المواطن الفقر. احنا بشر خبرتك ان وزارة الصناعة اطلقت هذه الخريطة من فعل على موقع الانترنت. والاسبوع ده اطلقك حاجة تانية كمان جميلة جدا. خريطة التصدير. انا لو عندي مصنع صغير او شركة صغيرة. وعايز اعرف انه بلد عايزة ايه من المنتجات. وانا ممكن ادخل وقت بالمنتج اللي بص المنتج بتاعك ده مطلوب في الدول الافريقية في الحتة الفلينية الفلينية ومطلوب. فكمان في خريطة خاصة بالتصدير اطلاقتها وزارة. ده مهم جدا انتظل ان احنا بقول عزيزة. مهم مهم انتنا نوصل للناس ونعرفهم. واحنا عادينا النهاردة في البرنامج وبيشوفنا مشاهدين لازم يعرفوا ان في محاولات دائمة سواء من الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي. الوضع الاجتماعي. الوضع البيئي. واحنا كمان انا كوزارة بسرعة لازم على السوشيال ميديا اعرف الناس ان ده حصل. البرامج الاعلامية اللي الناس بتتفرج عليها. لازم الناس تعرف من خلالها برضو ان ده موجود عشان نستفيد من هذه الخدمة. دولة كانت بتستثمر في المواقع الانترنت او البوابات الالكترونية لزي ده. عشان ترجع بفائدة على الاصحاب الشركات والمصانع اللي لما هم يكسبوا ويشتغروا هترجع تعود على المجتمع من مسؤوليتهم. والحقيقة ان في اماكن في مصر الحقيقة اتنمت بالفكر الاهلي ده زي مثلا قرية تونس في الفيوم. هو كان فكر اهلي ان انا علم الناس حرفة تنفعهم وقامت عليها. قرية تفاهدة في مركز متغمر ميتة بو خالج وجسفة برق العز اللي لسه ذكرها لحضرتك. رجال خيرين. رجال اعمال محترمين نموا بلد بحالها. هي مش بس عن طريق المساعدات الشهرية او عن كده في اللي بنى مصنع. في اللي بنى مستشفى قلب المكان. مش لازم يكون بس بدفع المساعدات الشهرية. ويا رب دايما نكون يعني مدركين لهذه الاهمية المجتمعية ومشاركتنا فيها خاصة هذا العام. وربنا قدرنا جميعا على عبوره بسلام. بشكر وجود حضرك معانا الاستاذ الدكتور عصام الجهري عضو الهيئة العلمية بمعهد تخطيط الخدم شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا ديك يا خدمة شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم ومصر دايما جميلة النهاردة وبكرة وكل يوم.